وقد شاد مع الشيخ أحمد بن إبراهيم الملة رئيس مجلس النواب بالكلمة السامية لجلالة الملك المفدى خلال القمة العربية في العاصمة الموريتانية وأكد رئيس مجلس النواب أن مضامين الكلمة السامية جاءت لتؤكد الرغبة القوية في تطوير مسيرة العمل العربي المشترك وسائل جاد لتجاوز هذه المرحلة الصعبة والمعقدة التي تمر بها المنطقة ككل وأشاد رئيس مجلس النواب على تأكيدات جلالته بضرورة التمسك بموقف عربي حازم واتخاذ تدابير عاجلة وقوية على كافة المستويات لتشفيف منابع الإرهاب ومصادر تمويله ومعالجة الأسباب والظروف التي أدت إليه والتي لن تنجح إلا من خلال التصدي لكافة أشكال التدخل في الشئون الداخلية للدول واحترام سيادتها وقوانينها مؤكدا إدانة البحرين قيادة وحكومة وشعبا لأي تدخلات عدائية سافرة تمارس ضد المملكة وتخل بمبادئ واحترام حسن الجوار والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وغيرها من الممارسات التي من شأنها زعزعة الأمن القومي العربي والسلم الأهلي بالمنطقة ترجمة نانسي قنقر